أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم شؤون منزلية موضوع حلقة هذا اليوم مناديل المائدة تصنع هذه المناديل من الأقمشة والورق بألوان وأحجام متعددة ولها أهمية كبرى على المائدة فهي تعطي لمسة جمالية لهذه المناديل طيات مختلفة لذا سنتعرف على أشكال تلك الطيات أولاً السهم وهو طي المنديل بطريقة معينة ليصبح على شكل سهم كالشكل التالي ثانياً التاج يطوى المنديل على شكل مربع وهكذا حتى تحصل على شكل التاج المعروف كالشكل التالي ثالثاً زهرة السوسن يبسط المنديل على شكل مربع ثم يطوى على شكل مثلث كالشكل التالي رابعاً الوردة المفتحة توضع جهة المناديل اليسرى إلى أعلى ثم يطوى بشكل مثلث وينبغي أن يكون رأس المنديل المفتوح إلى أسفل ثم يوضع المنديل في الكأس لتثبته كالشكل التالي ترجمة نانسي قنقر